السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعاتنا لا يوم الاثنين 14 تشرين الاول اكتوبر القمر اليوم موجود في برج الحوت استقر تماما ورحض الموجود في برج الحوت لغاية الساعة ثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء من مساء يوم الثلاثاء بتوقيت جرينج القمر الآن موجود في منزلة المقدم وهي منزلة للخير والثبات والسلامة والمحبة ورح يظل القمر موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة ثلاثة صباحا بتوقيت جرينج من صباح اليوم الاثنين لينتقل بعديها القمر لمنزلة المؤخر وهي منزلة للربح والعلاج والإتلاف والتفريق والضرر القمر اليوم بما أنه موجود في برج الحوت معي ناتو اليوم بيلعب الجانب الروحي في حياتنا الدور مهم جدا منشعر بعدم القدرة على التركيز على موضوع معين نشكو ومنكشف عن مشاكلنا للآخرين نجد صعوبة في اتخاذ قرارات في حياتنا والبعض ممكن يتهرب من المسؤولية أو من المواجهة والالتزام في بعض الأمور كثير من الخاسرين والفاشلين اللي بيعانوا من مشاكل في الحب بيديروا ظهورهم وبيضرفوا الدموع بالإضافة إلى ذلك بيتغيب عدد كبير من العمال عن العمل بسبب مرض أو التهرب من العمل بسبب الملل أو الإحباط أو عدم الرغبة في العمل في هذا الوقت بإمكان بعض الأشخاص أنهم يبدأوا علاقة حب جديدة أو بعضكم أو بعض الأشخاص ممكن يبدأوا علاقة حب يمكن التأمل والصلاة خلال هذا اليوم لأنه جيد للأمور الروحانية والمشاركة في الأعمال الفنية مثل الشعر والرسم والتصوير وزيارة المرضى أو شراء كاميرا أو معدات فنية أو البدء بعمل فني بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول حدث رح نتكلم عنه يعني اليوم في عندنا زاوية تثليث إيجابية بين الشمس وبين المشتري هذه الزاوية رح تكون الساعة ثلاثة واثنين وخمسين دقيقة صباحا بتوقيت جرانيتش طبعا هذه الزاوية لها تأثير تقريب السبع أيام ومستمرة سبع أيام قادمة أو أكثر من سبع أيام ولكن كانت زاوية منفصلة الآن اليوم ذروتها ومستمرة تقريبا بحدود سبع أيام قادمة بتقوم من إرادتنا بتمنحنا الثقة بالنفس والتسامح والميل لحسن التصرف وهذا الاتصال بيجلبنا الحظ والنجاح وإمكانية أنه يكون لنا دور اجتماعي مهم من حقق برضو نجاحات في حياتنا المهنية والمادية وبتربطنا علاقات مهمة ونافعة وبتدفع بحدودنا بصورة عامة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية ذكرتها في حلقة الشمس قلنا أنه في زاوية رح تتشك اليوم 14 عشرة هاي زاوية زاوية تربية سلبية بين الشمس وبين المريخ وطبعا أنا ولد أنه من بداية شهر عشرة الله يستر هو ما قبلها هي الهتأثيرات كانت منفصلة ولكن من أول ما بلشت الزاوية صارت تأثيرات عنيفة جدا اليوم ذروت هاي الزاوية اللي هي بين الشمس وبين المريخ تربيع الساعة 8 و15 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج وحكيت في الحلقة أنه حياتنا بيطبعها نوع من الكفاح من ميلة تضييع جهودنا ممكن نتعرض لإخفاقات ناجمة عن الاندفاع ومن المجازفة بيصير في نوع من أنواع الخلافات بسبب الرغبة في فرض السلطة بتنتهي بنزاعات عنيفة بيسود جو من التوتر والعدوانية ويجب الحذر عند التعامل مع الآخرين لأنه أي كلمة غير محسوبة ممكن تأخذ عم أحمل المغاير وتدخلنا في مواجهات إحنا بغنى عنها وحكينا دوليا ترتفع وطيرة المواجهات والتفجيرات في البؤر الساخنة وبتدل على أن الحكومة ممكن تتميل لممارسة سياسة قمعية لفرض نفوذها وسطوتها وكذلك إضرابات في قطاع الصناعة أو قطاع الصحة أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية إقتران هذه زاوية الإقتران السلبية رح تكون بين القمر وبين زحل رح تكون درقتها الساعة ستة وثمان دقائق مساء بتوقيت جراناج من واجه مصاعب عرقي اللي بتطلب منا أن نبدو الجهد لن نتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود لبي يفتقر البعض للشجاعة اللازم إلى مواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدلا من مواجهة الحاضر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية بطيئة أيضا ذكرتها في الحلقة الزهرة وهي زاوية تقابل سلبية بين الزهرة وبين أورانوس وذكرنا أنه هي رح تكون يوم 14-10 دروتها اليوم الساعة 10-21 دقيقة مساء بتوقيت جراناج تأثير بما أن الزهرة بطيئة بالحركة فتأثيرها بيكون له قرابة الأسبوع ومستمر أسبوع قادم يتوقع لأي علاقة غرامية ضعيفة أنها تنتهي بشكل سريع وغير متوقع ابتخلق لدينا تصرفات اندفاعية وشقاقات أو خلق علاقات عاطفية ممكن يكون لها عواقب وخيمة أما دوليا فهي بالدل على أن هذه الفترة غير مناسبة لطرح الإنتاجات الفنية للأسواق لأنها رح تلاقي نوع من أنواع الفشل أو عقبات غير متوقعة وربما تتعرض لبعض الخطر كما يستحسن تجنب إقامة الحفلات والسهارات في هذه الفترة لإحتمال فشلها أو وقوع حوادث غير متوقعة ويكره تنقل الفنانين خصوصا عبر الجو لزيادة احتمال وقوع الحوادث وأيضا تفسد أخلاق الناس بسبب الإنحلال الخلقي أو التحرر بمعناه السلبي كذلك من الأفضل تجنب الاستثمارات في هذه الفترة لأن المسائل اللي تتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية ممكن تعرف نوع من أنواع التراجع المفاجئ في المدخيل بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية وما لازم نعمل عمليات جراحية لإلها إلا إذا كانت اضطرارية طبعا اليوم عندنا القدمان أصابع القدم الغد النخامية الغد الصنوبرية الإندورفين وهو الهرمون المسكن للألام عشان هيك منشعر بالألام أكثر من الأيام العادية وأيضا الميلاتونين وهو الهرمون المساعد على النوم عشان هيك بالفترة هاي بيصير النوع من أنواع الأرق أو القلق أو الخوف أو عدم الرغبة بالنوم فبتكوا تكونوا أيضا حذرين من هاي المسألة بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية ما في أي مشاكل الفترة جيدة دون الأعضاء طبعا اللي ذكرناها مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة لا يصلح لإزالة الشعر الزائد بالليزر أو الطرق التقليدية للأشخاص اللي بيعانوا من كثافة الشعر يصلح لقص الشعر التجميلي ويصلح للصبغ والحنة ويصلح أيضا للقص العلاجي القمر بما أنه استقر في برج الحوت خلو المسار القادم رح يكون يوم الثلاثة الساعة سبعة وتسعة وخمسين دقيقة مساء بتوقيت جرينج بيبدأ وبينتهي الساعة ثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة مساء بتوقيت جرينج أما بالنسبة لعمر القمر اليوم عمر القمر بل بدأنا في مرحلة انحصار المكتمل اليوم عمره 12 يوم الآن الساعة وحدة واثنين وعشرين دقيقة بعد الظهر بتوقيت جرينج بيبدأ اليوم الثلاثة نسبة الإضاءة نهاية اليوم بتكون تسعين في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الميزان حتى يوم الثنين وعشرين عشرة سعيد بنسبة ستين في المية القمر في الحوت حتى يوم خمسة عشرة منتحس الآن بنسبة خمسة في المية ساعة الفجر سعيد بنسبة خمسة في المية ساعة الصباح منتحس بنسبة خمسة وعشرين في المية عطارد في العقرب حتى يوم اثنين احداش سعيد بنسبة خمسة في المية الزهرة في العقرب حتى يوم سبعتاش عشرة سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية المريخ في السرطان حتى يوم أربعة أحداش سعيد بنسبة خمسة وثمانين في المية الآن ساعة الظهر سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الجوزاء بيتراجع حتى يوم أربعة أثنين منتحس بنسبة ستين في المية زحل في الحوتي بيتراجع حتى يوم خمسة عشر أحداش منتحس بنسبة عشر في المية أورانوس في الثورة بيتراجع حتى يوم ثلاثين واحد منتحس بنسبة خمسة في المية نبت في الحوت بيتراجع حتى يوم سبعة اتناعش منتحس بنسبة عشر في المية وبلوتوف الجدي حتى يوم تسعة عشر احداش سعيد بنسبة خمسة عشر في المية أوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا القمر اليوم موجود في بيت المتاعب فبتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في إنجاز مشاغلكم ضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري واخلدوا للراحة وحاول انك توظف هدوء الأجواء لعادة الحسابات والتخلص من الأمور اللي ما بتفيدك بتتراجع نسبة الحضود خلال هذا اليوم وممكن تواجه الشخص بشكل استفزازي حاول انك ما تبدأ بأي شيء جديد وما تتخذ قرارات حاسمة برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور بتنشطوا بين الأصدقاء وبتجدوا تعاون من بعض الأصدقاء أو المعارف وبوزعكم تحقيق أمني بمساعدة صديق أو واسطة أو دعم لإلك معنوياتك مرتفعة وحضوضك كبيرة حاول انك تحترم القوانين والموعيد وما تماطل عز الشعبيتك وإفرح مع الأصدقاء والأحبة تنجح بإنعاش العلاقات العامة برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل ويعتبر هذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل قدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم مفاجئ ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية المطلوب منك إنك تكون على قدر المسئولية وهي فترة فيها شوية صعوبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان هذا اليوم يوم مناسب للأشخاص اللي بدهم يجروا اتصالات مع الخارج أو مواضيع تتعلق باتصالات بعيدة التحاور مع جانب مواضيع سفر وبترغبوا في التفاهم مع أحباكم أهم مش إنك ما ترتجل أي عمل وما تستخف بالواجبات لأن الأضواء مسلطة عليك بدك تكون جاهز لتحمل المسئولية وهو تعتبر هاي فترة مهمة جدا لازم تحصل مكاسب فيها برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد بتعيدوا تنظيم أموركم المالية المشتركة خلال هذا اليوم والفرصة متاحة لمكسب مصدر شراكة أو تعويض ولكن صحتكم أو صحت قريب لعلكم بحاجة إلى الرعاية سارع لتصحيح الأوضاع اظهر انفتاح أكبر على آراء الآخرين ابتس على تصحيح مسار بعض الأمور وتكيف مع الأوضاع الراهن تكون صبور وحاذر من التراجع الصحي برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء بتتركز جهدكم نحو تدعيم شراكاتكم ويعتبر هذا اليوم مناسب للتفاهم مع شركاء العمل أو العاطفة حذروا من المشاكل مع الشريك في العمل أو الحياة تعتبر هاي فترة شائكة فما تجازف اضبط عصابك ومشاعرك السلبية مزاجك متقلب فحاذر الكلام الجارح بتتمتع اليوم بطاقة كبيرة لكنها بحاجة لبعض الانضباط برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان بيبدأ العمل بالتراكم لديكم حاولوا انجاز ما بوسعكم من عمل دون إهمال صحتكم يعتبر هذا اليوم مناسب لممارسة نشاط بدني ممكن تشتكي من الإرهاق بسبب كثرة الضغوط بتحتاج لنصيحة بعض الأشخاص المهمين أو الفهمانين إذا أردت النجاح في عملك باكر لعملك لأن المسئولية رح تكون كبيرة عليك وكثيرة وطارئة أو ابدأ بالأولويات ممكن تبدأ بعمل جديد برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب بتجتازه بصورة عامة يوم إيجابي بيبعث على البهج والانشراح وبوسعكم ممارسة نشاط فني أو هواي أو تهتم بنفسك أكثر وبتعيش أجمل اللحظات ممكن تحقق أمنية أو تصيب الأهداف وبيطمئن بالك وبتفرح لعلاقة جديدة أو لمصالحة أو لتسوية وبتتمتع بشخصية جذابة فحاول أنك توظفها لتحسين وضعك برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس بوسعكم ادخال أي تعديل مطلوب على مسكنكم وبإمكانكم تعزيز الروابط العائلية والاهتمام بمسائل تتعلق بالبيت أو العائلة أو حتى بالعقارات ممكن تتوتر أو ترتبك بسبب حدث معه حاذر من ردات الفعل ومن المشاكل العائلية لأنها هي فترة مناسبة جدا للأمور الإيجابية منها وهي الاستثمارات العقارية أو الانطلاق في ورش الترميم أو تأهيل منزل برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي اليوم تكثر عندكم الاتصالات والتناقلات ويعتبر هذا اليوم مناسب للقيام بنزهة قصيرة وبإمكانك تعزيز العلاقة مع أخ أو جار هذه فترة مهمة للتواصل مع المجتمع وليس مع صوتك وممكن تقوم برحلة عمل أو تتحرك بفعالية كبيرة أو تقوم باتصالات واسعة تسفر عن اتفاق أو مصالحة برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو بتحصلوا اليوم على مبلغ من المال بيدخل تحسين على ميزانيتكم منكم أشخاص ممكن يحصلوا على هدية أو جائزة أهميش أنك ما تغامر بأموالك هذه فترة حذرة ماليا ومعنويا فما تتسرع باتخاذ قرارات حاسمة أنت بحاجة لكل التعاطف والتضامن خلال هذا اليوم وحاول تستغل هذا اليوم لإنعاش وضعك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت بتبدأوا اليوم فترة إيجابية بتعيد لكم نشاطكم المفقود وبوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بتعود بالنفع عليكم تستعيد حماستك وعزيمتك بتمارس جاذبي لا تضاهل البدء بمشروع أو خطة جديدة وبتملك الطاقة الكافية للانطلاق بمشروع جديد أو لحسم أمر عالق بعضكم ممكن يحصل اليوم على خبر سار أو على شيء كان بينتظره هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء جديدة 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 أنت درجة جديدة شكرا